لا شيء يحد من اندلاع الاشتباكات ومواصلة القتال في الجبهات الامامية في شبوه هنا وفي ظروف قاهرة وغير مواتية يتمكن افراد المقاومة الشعبية في عسيلان من التصدي لمقاولات الميليشيا التسلل باتجاه مواقعهم تشتد الاشتباكات بعد ان اصبحت وجها لوجه ويتمكن افراد المقاومة من دحر المهاجمين اما النتيجة فمصرع العديد من عناصر الميليشيا وجرح اربعة من افراد المقاومة الشعبية طيران التحالف العربي وبالاضافة الى دوره الهجومي في قصف مواقع تمركز الميليشيا في المحافظة القى بمنشورات ورقية طالب فيها المواطنين بالابلاغ عن اي تواجد للعناصر الارهابية في شبوه يأتي هذا الاجراء بعد فرار عناصر الجماعات الارهابية في ابيان باتجاه المحافظة للبحث عن ملاذ امن يقيهم من ضربات الجيش الوطني الذي اصبح يقاتل على صعيدين متصلين في الوقت ذاته فبينما يسعى الى تطهير ما تبقى من مناطق تحت سيطرة الميليشيا يضع افراد الجيش والمقاومة نصب عيونهم اي تواجد للعناصر الارهابية التابعين لتنظيم القاعدة اشتركوا في القناة